الحقيقة كلام السيد الرئيس النهاردة وهو يؤكد بأن مصر عبرت أزمة كورونا كما عبر العالم إلا أكيد والعالم الآن من الحرز وخلاص من الكفاءة أنه يتعامل مع هذا الفيروس وكما عبرت مصر كلنا تابعنا إزاي مصر عبرت الحقيقة بأمن وأمان وأيضا بقيادة يعني كبيرة يعني الحمد لله مصر من البلاد لقدرت كمان يعني تتعامل مع أزمة كورونا بتعامل يعني ذكي وعدين منها على خير وده اللي بيطمئن به سيد الرئيس يا رسالة طمئنة كمان بأنه إن شاء الله حنعدي كما عدينا من الأزمات وإنه الأهم أنه يبقى المجتمع كله في أمن وأمان وسلام ده من الأهم كما أكد أيضا سيد الرئيس أنه الجيش المصري قدم تضحيات كثيرة جدا في تاريخه على مر العصور وشدت على ضرورة أن يعني نتذكر دائما كل البطولات والتضحيات لأبناء مصر من أجل أن تعيش مصر سالمة وآمنة ومستقرة تعالوا نتابع جزء آخر من كلمات السيد الرئيس أنتوا دوركم كبير قوي قوي ولو شفتوا التضحيات اللي اتقدمت خلال مش بس السبعة ثمان سنين اللي فاتم احنا كل نهاردة بنحتفل أو بنقول أسماء قادة عزام كانوا موجودين وفيه شهداء لينا ومصابين كانوا في أكتوبر احنا بنحتفل وكل سنة بالذكرى والانتصار ده اللي أنا عايز أقوله برضو حتى في حربنا ضد الارهاب كان فيه شهداء ومصابين دايما حرسين نحن نذكرهم ونأكد أن احنا مش بس الدولة مش أنا مش الحكومة لا كل إنسان مصري يفتكر كويس قوي كل إنسان مصري يفتكر كويس قوي إن فيه أسرة قدمت ابنها الابن ده بقى شهيد بعد ما ربته شاب جميل وقدت دنيا كده وبعدين قدمته لبلدنا هنا وقدم روحه لها عشان احنا نعيش بالشكل اللي احنا فيه أنا أقول كده للزباط الجدد لأن ده دور هو ده دور الجيش دور الجيش إنه هو يحمي ويصوم ويضحي عشان تبقى البلد دايما سابتة مستقرة آمنة سالما إن شاء الله